ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وخاصة فلسطين والقدس الشريف ودعم الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها وذلك خلال لقاء جمع أعضاء مجلس الأمناء للصندوق بعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والشركات الوطنية في مملكة البحرين أولا نشكر جالات الملك على تشريف لنا بلقاءنا كمجموعة لصندوق وقفية القدس وهو صندوق أنشئ ليدعم القدس وأهلها فهذا الصندوق يتمتع برعاية وعناية البنك الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وهي التي تشرف على أعماله وعلى طريقة قيامه بإيصال المعونات لأهل القدس واليوم اجتمعنا مع كوكبة من رجال الأعمال البحرينيين من خلال غرفة التجارة البحرينية لإطلاعهم على مشاريع هذه الوقفية وإن شاء الله نلقى منهم الدعم والتأييد ونشكر أهل البحرين على كرم الضيافة وإن شاء الله دائما نكون في عبادتنا وفي دعاءنا لتأييد جلالة الملك حمد والأمراء والحكومة البحرينية البحرين مواقف جدا كبيرة في المجال سواء في المشاريع الإنسانية بناء مكتبة في القدس اطلع على المسجد الأقصى حاليا قاعد نبكر في الخطط لبناء مدرسة في منطقة القدس وإضافة لعدد المشاريع كونة ببنائها في فلسطين في غزة ودعمنا مستمر وسعيدين أننا الله يكرمنا أن نقوم بخدمة فلسطين اللقاء الذي حضره عدد من كبار رجال الأعمال البحرينيين تضمن تعريفا بأهداف صندوق تمكين القدس والمشاريع التي عامل ويعمل عليها الصندوق والمشاريع المقترحة كذلك كما تضمن اللقاء كلمات تفضل بها عدد من المسؤولين والقائمين على أعمال الصندوق بيّنوا خلالها بالتفصيل الجهود النبيلة التي يقوم عليها الصندوق دعما للقدس الشريف والأشقاء الفلسطينيين من الخمسينات والستينات غرفة البحرين دائما كانت سباغة بإحياء صناديق تبرعية إلى الشعب الفلسطيني ومساعدة أخواننا في فلسطين وآخر طبعا دعم حصل في البحرين من خلال القطاع الخاص وهو دعم غزة مساعدة شعب غزة في المحنة التي حصلها فيهم حاليا وكذلك يعني وقدرة التبرعات وصلت إلى حوالي 20 مليون دولار في ذيش الفترة من حوالي أعتقد شهرين تقريبا وكذلك في تعاون في برامج صناديق دعم للفلسطينيين سابقة لهذه الفترة 20 مليون دولار وصلت إلى تقريبا حوالي 200 مليون دولار أنا أشكر قبل 30 و40 سنة كيف لما كنت أجتمع مع الشيخ عيسى المرحوم الشيخ عيسى نفس الكلام اللي كنت أسمعه وسمعته اليوم من جلالة الملك حمد يعني الشيخ عيسى كان عظيم بكل لقاءاتي واليوم والحمد لله كل الوفد اللي معاي كان كتير مبسوط من لقاءه مع جلالة الملك لأنه جلالة الملك يعني يعرف تماما موقع القدس وفلسطين في قلوب البحرينيين فأحنا شاكرين جدا لما شفناه من بفاء وكرم الشعب البحريني الذي نكن له كل احترام ومعزة صندوق تمكين القدس مشروع هادف وواعد ورائد يطمح لتحفيز وتعبئة الموارد وتكامل الجهود من أجل تقديم المبادرات التنموية والخيرية في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية للشعب الفلسطيني الشقيق بتعاون وتكاتف بناء بين مختلف القطاعات في مملكة البحرين جاء هذا اللقاء ليبين الأهداف السامية التي يقوم عليها صندوق تمكين القدس والتي تدعمها مملكة البحرين إلى جانب العديد من المبادرات الشاملة والتنموية التي تدعم الأشقاء في فلسطين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين